تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 613 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 267 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المضاومة تم ضبط 103 أطنان وفي مجال الحجب والبايع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تمضبط 150 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تمضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابس تمضبط 470 قضية من بينها 213 قضية خبز نقص الوزن و176 قضية خبز غير مطابق للمواصفات شكرا 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 شكرا